مع اقتراب عام 2023 الذي يعتبر عام الأرنب المائي في الأبراج الصينية أصبح الروس مهتمين بشكل كبير بتقديم هدية رمزية لأحبائهم من أصحاب هذا البرج وهو أرنب صغير وفي موسكو زاد الطلب على الأرانب الأليفة عشر مرات بحلول نهاية العام بحسب ما نشر في الصحافة الروسية حيث لاحظ موظفو متاجر الحيوانات الأليفة ارتفاع الطلب بشكل كبير على الأرانب قبل أيام من حلول السنة الجديدة إنهم يشترون الأرانب بنشاط للعام الجديد لقد تم حجزها مسبقا وبحلول ليلة رأس السنة الجديدة سيتم أخذها وإهداؤها للأطفال والأقارب كرمز لسنة أرنب الماء ومع ذلك فإن الطلب الكبير له نتائج سلبية والتي يصعب وصفها بأنها احتفالية للحيوانات في البداية يشعر الناس بالسعادة عند تلاقي الهدية ولكن عشرة بالمئة فقط من هؤلاء الناس يحتفظون فعلا بحيواناتهم الأليفة أما التسعين في المئة الباقين فيقومون بالتخلص منها بعد أن يشعروا بعدم قدرتهم على تحمل مسؤوليتها الأخطر من ذلك أن يرمي الناس هذه الحيوانات المسكينة في الشوارع وهنا تكمن المشكلة لأنها حيوانات أليفة لم تتعود العيش في الشارع لذلك فهي معرضة لخطر الموت طوال الوقت حدثت حالة ممثلة في روسيا فقبل 12 عاما في عام الأرنب بالتحديد اشترى الناس الأرانب بشكل كبير ولكن بعد انتهاء الإجازة انتهى المطاف بهذه الأرانب إما في حدائق الحيوانات أو الملاجئ أو الشوارع والأبراج الصينية هي 12 برجا يدل عليها 12 حيوانا وتحدد من سنة الميلاد وليس من شهر أو يوم الميلاد كما في الأبراج الشمسية ويحتفل بالأبراج الصينية بشكل واسع في روسيا كعنصر من عناصر التسويق للعام الجديد ترجمة نانسي قنقر